احلى مساء لأحلى متابعين شلونكم حبايب الغالين شخباركم ان شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة رجعناكم فيديو جديد واليوم فيديو مالتنا طبق من حلويات وهو الكلير طبعا ستكونيها بطريقة سهلة وبسيطة وراح تأجبكم كلش والاكترية موادها موجودة بكل بيت وشوفوها قدامكم شلونها الله عليكم وهميا طبق حلو يفيدنا ان شاء الله بخير وسلام بشهر رمضان مبارك طريقتها رح يشوفوها سهلة مبسطة الى درجة وناجحة 100% واتمنى الكل يجربها واصحابين الدايت اسفة 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 هواية رح يجون يكتبوا لي رح تدمرين الدايت مالتنا مفيما انزل كل طبق حلو اسفة على المنظر طبعا يعني اخربوا الرجيم او الدايت مالتكم يوم مو مشكلة المهم حتى تأكلون هي تشي حلويات حلوة وبسيطة وطعامها روعة وراح اخليكم اكيد عنو يا طريقة العمل ويا مقادير وحبايبي اكيد ماردكم تبخلون عليه باللايك حتى الفيديو يوصل اكثر عدد ممكن والكل يستفاد من الطريقة مالتها وانتوا هاي شوفوها قدامكم في ما نقول احنا المنظر هو يحكي وشون المنظر يلا قلولي يستحق اللايك لو ما يستحق يلا قداما تخلون اللايك ما نزلكم طريق لا حبايبي اتشاقوا اياكم رح نزلكم الطريقة وراح اشوفو طريقة سهلة بسيطة ابسط مما يكون وراح اسوون اروع طبق وتخليه على ما ادت الافطار برمضان خير وبركة وراح تبهرين عائلتك بي ومواد بسيطة كلش متبفرة بكل بيت هسا شنو هسوونها جد حجيتي اكيد حجيتي هواي على حتى راح تشي المهم حبايبي راح اخليكم طريقة العمل ويا المقادير وهنا المقادير حبايبي انتبهوا على المقادير وانهمين ان شاء الله راح اتكمي بصندوق الوصف هنا عندنا اربع بياضات راح نفصل السفار عن البياض بهاي الطريقة نفصل السفار عن البياض يعني اريد بس السفار اربع سفار اربع سفارات فيه اربع المهم اربع بياضات ناخد بس السفار من هنا حبايبي هاي طبعا هنهس هنهان ما اشغل اي نار وراح اخلي عليه نصف كوب شكر سوف اخلطها طبعا هنا صارت بيكارة بس راح اراولكم اياها هنا راح اضل اخبط الشكر ويا الصفار البيض حد ما يتغير لونه يعني مو يذوب حبايبي لحد ما شوية لونه يتغير شوفو صير على بياض هس شنو راح اخلي نصف كوب نشا وهمين راح اخلطها شوفو هاي طريقة كل السهلة وطبعا اليد هنا عندت وياي وكل ساعة تنشلع عسدتي وكتي تنشلعتي المهم حبايبي بعد ما خلطت السكر او الشكر والبيض الاربع صفار وثلاث كوب نشا هس راح خلي عليها كوبين حليب حار بس راح خليه بالتدريج حتى اللي عندنا يعني صر بيكوتل اخلي شوية واخبط وهاي طبعا انا ممشا الله النار حبايب غاب ستسئلوني ممشا الله النار ندير حليب شوية شوية ونخبط حاد ما كلها تنجنس المواد كوبين حليب حارة هاذا الكوب الأخية هسا خبطنا المواد كلها هسا راح نشغل النار عليها وشوفوا اليد شوان انكسرت ويعني هسا هي وقتها الله عليكم كم معا صارت بيسال فدي سوف الشغلة وتنكسر الحاجة اللي انتي محتاجتها ضروري ودازم تسوين بيها شوفوا شوان عندي فخان طبعا النار هذا واضل قلب بيه لحد ما صار بهذا الشكل عندي فخان هسا شرا حسوي راح خلي خاشوقة او ملعقة طعام بانيلا وخلي خاشوقة الزبد خاشوقة الزبد وخاشوقة بانيلا او نقول ملعقة ونخلطها هاي عندنا الحشوة كملت اني نحن نبدأ نسوي الحشوة حتى تبرد عندنا ونخليها بالبرد راح اخلي عليها نايلون على الوجه مالتا حتى لا تصير عندنا بهذا الوجه الفخين او نقول شوية يعني تنشف واخليها بالبرد عندنا وهسا راح نحنظر العجينة وشوف العجينة ما تشغل سهلة كوب ماي وهم شاء الله تطبخ حبايب ورح اخلي الزبد حبايب اكو بعض الانواع الزبد خلون عليها شوفوا يعني غرامات تقدرين انت تتحددين او اذا مرت تعرفين على الغرامات فنص كوب يا اما نص كوب زبد او 125 غرام زبد يعني قدركم اياها بالكوابة وقدركم اياها بالغرامات وهنا راح خلي ملعقة طعام شكر هسا شغلنا الطباخ راح ننتظر الزبد ذوب عندنا ورح نخلي لهمين قليم الزاني اللي حتى علموه تعرفون يكسر طعام البيض نضل نخلف به لحد ما عدنا يذوب هنا بعد ما ذاب وطبعا صار عندنا حار راح نخلي لك كوب طحين وهم راح نضل ندير شوية شوية ونقلب به وحبايب ينامو لعاجينة ما صارت عد كومية الطوفول لأ اضل شوية اقلب به لان هاي وعدة من سر النجاح الكلير حتى عدنا ينفش ويصربتنا يعني شون فارغ يعني صر مقرمشة فأضل شوية أقلب به على نار هادئ بهذا الشكل وشوف شون صارت عجينة ولا أرواح وحس هنا بعد ما كمننا الخطوة الأخيرة شو راح نسوي طوال عجينة عدنا شوية نوعا ما تبرد هس راح نخلي لها بيض راح نخلي تلب بيضات بس حبايب يشوفوا الطريقة هنا ما تخلون البيض أضل أخلط به هس حشوفون طبعا نعزل العجين على البيض عادي طبيعي بس انتي منحظ اللي ينتقلبين به راح يجانس البيض عد كومية العجين تلب بيضات راح نخلي بس مو كلهم سوية مفيما تشوفون بالطريقة شون دا ساوي لكم طبعا صورته كامل حتى تستفادون أكثر أخلي بيضة بيضة شوفوه سبعد ما نخبط عندي كامل هخلي بيضة ثانية البيضة كاملة هي يعني الصفار والبياض يعني ما ما أعزلته وهاي لدينا البيضة الثالثة وهم راح حظل أخلط به هذا الشكل حد ما شوفوه يجانس يعني زيان تريد نسويه بخلاط بس على درجة خفيفة أو تريد نسويه بإيدتش هاي إن شاء الله برح تج هس هاي العجينة عندنا هنا أنا كملت شوفوها شون صارت وعدنا هذا حبايبي الفورمة اللي نسوي بيها فورمة النجمة هي لحسوا بيها طبعا بطأت لكم يا حتى شوفوها زيان هذي اللي حسوا بيها هس راح نخلي العجينة وخلينا ورق الزبدة وعلى كيف نان طبعا تريدون الشكل تريدوها دائرية تريدوها يجب الطول بس هي الاكثر هي معروفة بالطول أخلي الحجم لأريدة شفتوها يعني ما أعتقد كل صعوبة بيها كل السهلة ولا أكثرية موادها موجودة هس هنا حبابش هسوي الوجه راح راح روش علي البودرة مواد السكر بودرة السكر يطيف اللون حلو يطيها قرمشة شفتوها حتى من دقار روش يعني شفتوها حتى من دقار روش يعني رأسا هي العجينة تحت تمتصل السكر حتى مدى يبين بيها رشة خفيفة على كل وحدة حتى من دقار روش نحن نرى لون ماءها بعد ما شويه طبعا إن حضر الفرن أكيد مشغلتها مسبقا نشوفها هاي هلي قدام مفتوحة نبفوك الدرجة حرارة الفرن أكيد هنخلي على درجة حرارة 180 حبابي 180 درجة حرارة وشغلا فوق وخليه بالوسط وشوفوا شون طلع شوفوا اللون شكلها لوجه مالته شون طلع حلو والنقشة هذي شوفوها طبعا مقرمشة وتخبل صارت وهي قدامكم شفت الحجف مالتها وبعد ما استوات شوان صارت ولا أربع هسه ش رح نسوي أكيد الخطوة الأخيرة رح نسوي مال الوجه اللي هي النستلة أو الشغلاتة عندي هاي النستلة أي نوع حبايبي نستلة أنا ما طلعتكم يا هلين أي نوع نستلة مالحلويات بالبداية أنا طريق ديهاية بالبداية خلي شوية حليب وخلي النستلة عندي هاي يعني مالحلويات وخليلها شوية زبد رح تطيكم فد شكل وهي صير يعني كلش حلوة وهشون لو عمالتها هسه آخر شي رح خليلها شوية نوتيلا على المدط معا طبعا النوتيلا مو ضروري بس أنا حبيت أحط لها بس يا المهم حبايب على هالطريقة هحط شوية حليب شوية نستلة من هاي من الحلويات وشوية زبد شوكوا لم عمالتها ولا أربع صارت يالسوا على بخار نقولوا نسوهم جدر بخاري ما أرشون لعلها الطريقة هسه بعد ما نطلع عنهم براد همين راح نخلطها حتى تتجانس وستعدنا هذا القمع طبعا هذا القمع عندي مال حلويات مال معجنات فأني بصراحة ما عندي هالقمع مال هي هالحلويات عندي هالمال معجنات يعني خاصة يعني استفادت منها رح أسوي فشوفوا الحشو ماته شو أنا حشيها يا أماتري تحشوها تقوم عدة طرق أو من جو تسولها ثقب تحشوها بهالشكل ثقب الثاني شو حتعرفون بيها أنه صعد بطنها كاملة باعشوا انتبهوا هنا أنا من حضغط راح أضغط شوفوا الفقوي الثاني طلع منها معناته أنه بطنها انترس انترسة بطنها يعني يعني شبعت بعد ما زيت تاكل حبايب الموم حبايب تريدون يعني تريدون نحطون كمية كاملة يا أماتريدون قليل بكيكم أو يا أماها إن شاء الله المعتادين عليها نفتحها من الوسط هم حبرة وكميائها من البطن شوفوها شون سايرة بطنها تخبل أحشي بهذا الشكل وأطبقها أو طريقة اللوخ من الأطراف مننا ومننا همين هم نفس الحالة أخلي لها ومن صفحة ثانية من أخلي إذا طلعت من صفحة ثانية معتها انترسة بهذا الشكل أسف تحتكم محدى اللوخ هبطوا فتحتين نبس وحدة وهمين شوفو بطنها شون مجوفة تخبل ولا أربعة هسه خلصنا الحشو مالته بقان الخطوة الأخيرة مال الشوكولاتة أو النستلة هاي هنا شوف شون شكلها وشوالا معا بيها حلوة نلزمها من جوة ومجرد نخليها بالشوكولاتة بهذا الشكل ولو الشكل شوفوه ولا أروع يالله سكم محد راح يكتب لي راح أجربها هواي مرات أنا نزل وصفة جربوها مباشرة وحتى وقت ما تاخد من عدقم هذا هو الجهيج وشوفوا اللمعة مال النستلة جربوا على طريقة مالتي مال النستلة ورح تشوفوها شون تطيكم نتيجة هلين أنا شفت هواي أكوي ذوبون حطوهم ميحال وحطوهم كاسة وحطوهم بيها النستلة لها ماكو داعي حليب ملعقتين مع طعام حليب والشوكولاتة هاي اللي عندنا هي مال حلويات أخلي فشيها مبسيط ويها الزبد الصرليش كلش روعة وهس هنا كمنا وراح رويكم شكلها الأخير وهذا شكلها الأخير وشوفوا اللمعة ما للشوكولاتة أو ما النستلة يلا حباي بيش لونها وعندي هاي طعون هي خاصة من الحلويات طعون ما حخلي لها كلها لأن اكتفيت بشكلها شكلها كلش حلو قلت ما كودا احط لها بس رح اخلي بس الكنيل بالوسط يعني انتو همية تريدون زينون الوجه مالتها براح تكون بس أنا شو شفت الشكل مالتها كلش حلو ما يحتاج أي نوع من الزينة يعني شكل النستلة واللمعة البيه كلش كافي وأكيد احنا شنو هميين وها حباي بي وأهم شي بهاي الحلوية تحطوها ببرات تبرد يعني من تبرد تطيكم طعم اكثر مما هي حارة وسأحطوكم واحدة من الوسط حتى راويكم بطنها شون تحشت وشون يعني ما بها كل فراغ شوفوها الشونة الله عليكم يعني انا لا شفتها ولا ابد مجرد فقوب سويت بس هي يعني هاي وهاي شكل النستلة في وقاها وشكلها الشونة واسف حبايبي على المنظر هذا طبعا واكيد هو يحب هاي الحلويات وشفتوها سهلة كل شو بسيطة واسف حبايبي اهم شي بنتكمل وحطوه بالبرات تبرد يعني يعني كل شي بصير باردة طعمها يكون اطيب لان احنا حتى منشتريها جاهزة مرات حاطيها بالبرات باردة نشتريها جاهزة فهي طعمها باردة كل شي طييف حطوها ببرات وطلعوها ببغت اللي يعجبكم وشوفوها وهاي شفتوها قدامكم بسهلة بسيطة وموادها الاكترية متوفرة واتمنى تنال اعجابكم حبايبي واكيد اكيد شنو لا تنسونا باللايك وتعليق تقوموا الحلو اللي ما شاء الله عليه يعني صدق ده تفرحوني ده كل شي ده افرح والتعليقات ده قاعد تجيني واتمنى حبايبي فيديو اليوم تنال اعجابكم واكيد رح شنقول لكم في امان الله ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع الف سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة